الله 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 مساء الخير ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقولك وصلي على رسول الله لازم تعمل كده طبعا عارك وفلت سنتين سايبكم طبعا ما رحت زورتهم وقال زورت خالتك لنهاردة الجامعة دي مش صدفة قالوا لي نبدأ البرنامج يوم السابت قلتلهم ماشي بس حولهم مبدأ يوم السابت مبارح كان الجمعة رحت زورت أمك زورت خالتك زورت عمتك على فكرة الحكاية دي سبب كافي ان الواحد يرجع يشتغل مع ان انا كانت وجهة نظري ان الواحد لما يقرب من الستين او يوصل لها يجب انه بقى ايه يعني ايه وقت كده يتفرج يقول خبراته لحد يتكلم يشتغل مستشار يشتغل اي حاجة ويسيب المجال لكن من ساعة ما اقعدت او اقعدت او اي حاجة يعني بقى انك اعتقدت مشاكل لسه ما قولت بنقولي هادي من ساعة ما حصل اللي حصل اللي هي احداث ديسمبر سنة خمستاشر ستة وعشرين ديسمبر قبليها كان بشوية وبعديها يعني اقعدنا واللي كان كان بخصوص يوم الجمعة انك انتك كنت بتطلع تقول للناس وشوف امك وشوف خالتك وشوف عالميتك وشوف قرائبك على فكرة مش ضروري لما اقولك كده اكون انا بعمل كده بخلاص رغم ان انا كنت عندي اختي مباري حجاتلي النهار ده قبل ما اجي التصوير اخواتي اتنين ماتوا بس انا عندي ثلاث اخوات تاني في اسكندرية واحد في ضمانور ابويا كان كده منتشر ومتوغل فيعني المسألة دي مسألة في غاية الاهمية ممكن تبقى سبب كويس جدا ومقنع جدا ان الواحد يرجع ودي نرجعنا بعض الناس قالوا بقى منتظرين ببرنامج جديد ومش جديد الحقيقة ما اقولكو بصراحة بصير صراماوي جي محمود صراماوي اعمل ديكور جميل جدا انا اول مرة اشوفه دلوقتي حالا انا بخاف من الحقصة دي وبخاف من الحاجات دي فباجي عالشغل وخلاص قعد عالكرسي واقولكو الكلمتين بتوعي معتمد انا على توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى انا كنت بقول ايه نسيت معلش كنت بقول ايه هبة ازاك هبة عبدالله عز سلامة يعني رجعنا مش فاكرا انت برضو انت ميش المهم انه الناس بتقول نعمل حاجة جديدة وحاجة الحقيقة انه الجديد موجود طول الوقت ليه جديد طول الوقت لان انت جسمك بيتجدد كل لحظة والدنيا كلها بتتحرك في كل اقل من ثانية الدنيا كلها ربنا سبحانه وتعالى خلقها كلها بتتحرك فالجديد مش انا ولا باب الخلق الجديد الخلق نفسه لازم تعرف ان انت جديد طول الوقت ولازم تعرف انك ما ترقودش يعني ما تكنش على افكارك او على يعني يعني على اشيائك الخاصة لان احنا ناس كتير اذا ما كناش هنقرب من بعض هيبقى فيه مشكلة عشان كده احنا قلنا باب الخلق صحيح دي حتات اللي انا تربت فيها لكن الخلق الناس الناس لازم تلم على بعضها عشان كده حبيت اقول في الاعلان اللي بنزله قبل ما نبدأ انه احنا بنتونس ببعض هنونس بعض هل تعتبروا ده جديد؟ ربما لكن برضو زملاء ايه العزاء حاولنا نعمل اشكال جديدة وحاجات جديدة لكن انا ما زلت عندي قناعة ان لم يكن الجديد انت فكل سنة وانت طيب قولي وانت طيب ما تقول يبقى مفيش جديدة الا ان احنا نبتدي نشوف الدنيا عاملة ازاي يعني باختصار لحصل انه ممكن الناس تسأل انا قعدت ليه وما اشتغلتش ليه ما اعملتش ليه اعتقد ان دي مسألة فيها جزء شخص شوية يعني مش انا اللي قررت ان انا اعود انما حصل تفاصيل كتير انا حابب ان انا احكي الحكاية دي على اليوتيوب انزل التفاصيل لكن انا اصلي عندي مخ كده في حتة حتفة شوية لما بسمح الكلام ربنا وابني حاجة الله رحمه السيد ان درستم كانت تقولي تتكلمني في التليفون وتقولي انت متزعلش مني يا استاذ او لا لا ابدا انا ايفاند تقولي انت اخ بس موزيع شوفته في التليفزيون انه بقى جرقر كده الكلام واما بقى ايه قادوا يقولك ما فيش سياسة وما فيش بتاع وما فيش بسيس علاقك يحكي راجل لطيف ودود انا بحبه لانه منسوق السمك في السيل الزناب وانا من دور خلق مش على السناف فاحنا الاثنين من طبقة واحدة ونقدر نفهم بعض كويس فجوم كان قابليه بشوية واحد همس لي كده قال لي بخلي بالك انت ايه فاكس بعد شوية لو ليك فلوس حاولت اخده وبتقول لا الفلوس عند علاقك يحكي ما بناخدهاش اه بس ما بتروحش يعني ما بابضناش اه بس الفلوس عمرها ما بتروح عند علاقك يحكي وكل الشركاء في المحطة ايه فجوم قالوا بلاس سياسة بلاس بتاع وما انا بقى مش عارف ريكب في دماغي كده عمينا عاد الامام وهو بقولها لسانك منلغ لغه بتاع وقلت لا ياتكن وبعدين الكلام راح وجي قعدنا نتكلم في الحكاية دي حوالي شهرين قبل ما اقفوا وفي دماغي بقى عمك زاكي ادرا اللي ارحمه عاد الادهم اتبخ زاكي ادرا اتبخ زاكي ادرا اتبخ زاكي ادرا انا مش عارف اما عمل زاكي ادرا خالص اه وتوصل لمرحلة انك انت تبقى انش شرب اللي ارحمه ان هو بقى لقى انش حالقه انت عمكش عامين بقى اللي ايه بقى الكلام واضح طبعا فدي كلها حاجات اه خلتني اللي انا قلته لكو في اخر حلقة وكان نضيفنا العزيز الشيخ خالد الجندي ان الواحد ايه يحافظ على نفسه ويحترم نفسه ويكن وكان نينا فحصل مفاوضات 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 كلام كلام كله مفيش حاجات في الحاجات في البتاع يعني كلام قلبي مرتحلوش وانا بشتغل بقلبي بجزء كبير المهم في الاخر خالص جي بقى الاخ وليد عبدالمنهم ده الصعيد اللي بعبه انا بموت في الصعيدة ورجل ودود كده وكلامه قليل قال لي يعني انت عايز يعني عايز الناس قلت له اه قال لي طي بس ايتي ايه اتكلم مع الناس وحتى لو عايز ترجع في اخر نهار يرجع اخر نهار كلام جديد كلام جميل مقدرش اقول حاجة عنه وبدأت المفاوضات وعودنا بتفاصيل كتير لكن كلمة مفيش سياسة دي لما اتعرف لي ايه هي السياسة انا لا اعمل عمل سياسي اطلاقا لم اعمل ولن اعمل ومش اعمل ابدا اعمل سياسي لكن احنا بنغطي الاحداث تكشوه مهمته انه يغطي الاحداث يعني في السنين اللي فاتت من ايام صورت اصلا متغلطش باسمها احداث من ايام اللي حصل في يناير الحدث العظيم مستختلف كل واحد يقول اللي هو عايزه واحنا الاحداث بتحكمنا بنتكلم في اللي بيحصل لكن طب السياسة يعني لما نقوطة يبقى فيها مشكلة يا ايه سياسة لما التعليم يبقى فيه مشكلة إبقى ديه سياسة طب لما طب قلت لهم خلاص انا مش هقابل ابدا وزير السياسة الوزيرів لو مسكيوا وزارة السياسة مش هقابله فاطلع انه مفيش حاجة اسمها وزير سياسة لا ته طلع ان الوزير منصبه سياسي اي وزير اي وزير وزير الرياضة والشباب منصبه ومنصب سياسي يعني فالحكاية فيها خالط جامد جدا انا عموما مش من هوات السياسة ولا بحبها لكن من هوات انه اذا ربنا اداك حاجة لابد انك انت تستغلال استغلال على قدر ما تستطيع استغلال طيب انا مش من الناس اللي اقولك انا عندي رسالة وعندي بتاع الكلام ده كله كلام جميل انا ما عنديش اي حاجة خالص غير انه اتعلمت من صغري لما اشتغل احط كل طقتي في شغلي ولذلك انا ما عنديش حاجة في حياتي خالص ولذلك انا السنتين اللي اعتهم دول اعتهم في بيتي في البيت مراتي يعني تعبت قوي لاني تدخلت في المطبخ وبيخسلوا خمس مرات في اليوم والصابون بكام والبتاع بكام شغلي بقى على العواجيز لما يعادوا في البيت بيبقى مشكلة مهم يعني يعني عايز اقول لكم انه احنا مع بعض احنا مش عايزين سياسة مش عايزين سياسة بس الاول قولي ايه هي انما احداثة احداثة يومية انا مش هنخش فيها لكن اثر الاحادث اليومي طبعا هنتكلم عنه يعني احنا مش هنعمل التوكشو المعتاد اللي هو هنقعد نقول النهاردة حصل كذا بكرا حصل كذا احنا مش في القصة دي مظبوط لكن احنا في قصتك انت عارف ليه انت لان انت انا وانت اللي قاعد جنبك وانت وردة اللي معايا على الكاميرا وانت بن يمين اللي ما جابهوش مش عارف ليه وعمل له مشكلة بن يمين مصور جميل وبيحبه فاحنا كلنا شبه بعض يعني احنا كلنا حاجة وحدة فمش هنتكلم في الاحداث اليومية لكن هنتكلم في قصر الحدث دوت عليك في ايامك بص بقى انا عايز احكيلكو طبعا اغنية علي بس فيها حتة حزينة فمش عايز ابدأ بالحزن ولو ان انا احكيلكو حكاية احزن سألوا سيدك علي بن ابي طالب هذا الحكيم اذا حبيت تعرف من هو حكيم العرب منذ التاريخ حتى الان و الى سنوات ما اعتقدش ان في حد هطلع زيه هو علي بن ابي طالب وقرأ نهج البلاغة وشوف شوف الرجل ده كان ايه مش عارف ايه يا الدارة عاملة مشكلة ايه بعملت زيه ولي زيه النظارة انا قلت مش ترايح ملك ايه باو من تعليماتك ايه لع النظارة يلبس النظارة ما هي اشد جنود الله يا رب اعرف رصوم زي ما هو رصوم علي رضي الله عنه قال لهم جبال جبال دي حاجة جبارة بزيال كانت الجبال دي حاجة مهولة ولكن الحديد يقطع الجبل فاذا اشد جنود الله الحديد قال لك الله طب الحديد دي ما بتحط عليه شوية نار بيفالسع طب ايه بقى قال لك يبقى النار طب شوية مية محطين اللي هنا يعني حاجة مياه غزية مش هيضحكوا علي اولا انا لعتلهم كده بس اجيبين كوبقة غريبة او فالحديد بتسياحه النار هذا الانسان قال له طب والانسان ما يغلبوا النوم النوم يجيبوا ارض ارض بعد بعض ينامي رو عامل كده صح طب وإيه اللي ما يجيبش النوم طبعا اتا قلتها قابلي الهم الهم اشد جنود الهم في هم في الدنيا وفي هم احنا عملنا نفسنا وفي هم اتعامل فينا من ناس تانية مش بغرض مش بالسياسة بالمكاسب الاقتصادية اللي يقولك انسف حمامك القديم يوم يحطك في هم تبقى عايز تغير رعيالك الحمام تبقى عايز تجيب لي عايالك اللي مش عارف ايه الحلم الجميل ان احنا نجوز ونخلف بقى هم ازلي مجرد ما الوادي يعاني يحب البيت تقوله بحبك وحشتيني زي ستة انغام يبدأ في القصة الرهيبة اللي ما بتخلص ده شقق جر جديد قانون قديم ما بتقب ايه يلعبش البتاع العيال المدارس ده على فكرة دي فكرة رائعة ان الهي دي الحياة لكن تحولت الى هم ما حنقش ده مع بعض ده في حاجات كتير حنتكلم مع بعض كتير انا كل احلامي في البرنامج ده اذا استمرنا فيه ان شاء الله وساعدتوني وربنا يعني فوق الكل طبعا ساعدنا ويدرنا نعمل حاجات طيبة تتشاف فوسط يعني فوسط ايه يبقى انا رجعت عشان اقولك زور خلطك مجمعة ورجعت عشان اشوف حكاية الهم دي ازاي نعالجها سوا ورجعت عشان حاجة ثالثة هفتكرها دلوقتي ان شاء الله ربنا ساعدني بقولك عن الهم وعن الحقيقة يعني مش هادر افتكرها دلوقتي يعني رحت من دماغي وانا بتكلم كده انما رجعت عشان نتكلم مع بعض عشان نشوف بعض كويس عشان نعرف نوازن الامور افتكرتها عشان ربنا بيسعدني ايه هي بقى نسيتها تاني اه هي ببينكوز وانا عد في البيت كده ايه بقى انا مش بتكلم على الحد بعينه وللأسف دي ناس كتير يوم عايزين يعملوا حاجة محتاجينكم فيها شعب مصر العظيم الجبار الرائع كويس وبعدين حايزين يعملوا حاجة حتزعها لكم وقال لك مال الشعب ببايض الشعب مش مش نافع الشعب مش جاهل الشعب انا بالحقيقة يعني شفت حاجات كتير بس ما شفتش بعض المسؤولين وبعض الناس يشتموا في الشعب يعني مش قادر افهم انا بيتقعد في حتة كده اقول انت حرب بتشتم في الناس الناس تغيرت و الناس بيقات زبالة و الناس بتقعرف طيب بس ايه دي ماشي هو سادتك منين يقول انا من هنا يعني سادتك من الشعب انت شايف نفسك كده طبعا يقولي لا يبقى مش الشعب كله طب هو الشعب لما يبقى وحش وحش وسخيف ومتنيل كده ومتشعرف ايه كده كده من اللي بتسمعوه نعمل في ايه متى اللي تغيره فيه صعوبة شوية ولا ممكن مش عارف اذا كانوا يدروا غيروا ايه خيروا انما مش هيقدروا يبقى شوف الحوار انا طولت على فكرة شوف الحوار الاله العظيم اللي لا يوصف بكلمة يعني مهما قلت كلمة عن شيء عظيم مهما قلت يعني كلام زي الالماز كلام زي البتاعك كل ده ليلا بين الله والملايكة يعني اني جاعل في الارض خليفة في صورة البقرة عوزي بالله ونشتن رجيم انا مش عارفة نصا انا حارفة لك الحاجات يعني عشان هنا مسجلة الفقرة جاعل في الارض خليفة قالوا بص بقى هتجعلوا فيها من يفسدوا فيها واسفك الدماء وانا نسبح محمدك وانا قدس لك فقال اني اعلموا ما لا تعلمون خلاص خلصنا الحوار خلص خلاص ملايكة مخلوقين للعبادة فقالوهم انت هتعمل فيها كده قالوهم اني اعلم ما لا تعلمون خلاص كده الحوار خلص لا ما خلصوش الله سبحانه وتعالى فقال فعلم آدم الاسماء كلها خلاص كفاية لا ثم عرضهم على الملائكة يا اخوانا شوفوا الرجل ده تعلم ولا فلما انبقهم باسمعين قالوهم قلوهم فقالو فألم لكم اقول لكم اني اعلم ما لا تعلمون اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون بعدين بقى واسقال ربك الملائك اسجده بعد ما علمه فاحنا ده حوار ربنا بيعلمنا فيه الديمقراطية وحرية الناس وانه انت لما تتكلم مع حد ربنا بيقنع الملائكة الملائكة ملهمش في الامر اي شيء الملائكة دي مخلوقات خلقها الله عز وجل لعبادته ملهمش اي شيء في الامر يعني هما مش مختارين خالص ومع ذلك تفاهم معهم خد الحوار وجه وقال له ما انا علمته وقال له ما انا علمتك ايه الحلاوة دي يبقى الناس لازم تفهم انه هي محتاجة تتعلم انا جبتلكوا ارقام هنا مزيلة حنقولها في حلقات وحلقات وحلقات بس انا دلوقتي عايز اقولكو ان انا بشكر الفنان الكبير علي الحجار كنت بكلمه استشيره انزل تاني ولا منزلش فالمهم اتكلمنا في بالخلق فقال لي انا عندي اغنية اسمها خلق الا وبعتها لي حاجة بديعة وعملت لي حالة شجن فضيعة ميه اللي كاتب دي علي قال لي عاب عزيز عمار وقال له مين ده قال لي ده مات قال له ده مات شاب صغير وقاتب الاغنية دي عيني هو بيموت عشان جدا قال محدش ده من الجنة وخدها علي بعد ما مات وغناها ولينا حظ ان علي الحجار مشكورا اهدهالنا وهي حتى الحين هيسم توفيق وتوزيع غندور حسين وعلي اهدهالنا هدية وانا بشكره جدا جدا على ان علي ده انسان انسان جميل يعني انسان جميل وان شاء الله نشرف ان يكون معنا في حلقات قادمة وانا طبعا هنسع دي النهاردة باعلامي بيخش يعني بيعمل هنا كده ما يخشخش في دماغي بيخيش في الدماغ شفته زمان وانا مليش علاقة بالتلفزيون اطلاقا ولا في اي فكرة ان انا اشتغل في التلفزيون اللي اني بخاف من الكاميرات دي حاجة يعني ما انا متأكد منه اوكش بطلع ضيف قابدا اللي انا كنت صحفي كان ممكن اطلع ما انا كنت بولت طلبوني برضا وبعدين بصيت كده ركبت الدش مؤخرا انا خالص بتأخر عن ناس كتير فلقيت واحد رجل وسيم وانيق وثقافة عالية و يعني بيسموه ايه يعني فيه فوشه كده قبول مش طبيعي يعني زيادة اللي هي بنسميه احنا الكارزمة يعني حاجة جذبني كده ايه ده انا طبعا افتكرته من زمان يعني افتكرته موزيع عديم لان انا ما بشوفش الدش وكتبت عنه حاجة في كواقب اعتقد انه هو ما شفاش لكن يا شاء القدر انه بعدها بسنة او باتنين في الغالب ينزل اعلام برنامجي فيه حلقات جورج قرداحي فهو الحقيقة موزيع متمكن لانه مشواره الاعلام كبير جدا ومناصبه اللي تولاها كبير كبيرة جدا وجوائزه اللي خدها كثيرة جدا فيعني انا حاولت اتصل بيه وان احنا يكون معنا في اول حلقة وهو الحقيقة مشكورا جنة من لبنان المخصوص وانا بشكره جدا وان شاء الله حيكون معنا فيه الليل النهاردة عشان احنا بنتكلم عن اختلاف في الرأي هو بيفسد لود قضية ولا ما بيفسدش هذا هو الامر الان له الاختلاف في الرأي يا محترم هي لولا اختلاف في الرأي يا محترم لولا الزلطين ما الوقود انضرم ولولا فرعين ليف سوى ما خليف كان بنا حبل الود كيف اتبرم سمعتوها اول هالكو داني لولا اختلاف في الرأي يا محترم لولا الزلطين ما الوقود انضرم ولولا فرعين ليف سوى ما خليف كان بنا حبل الود كيف اتبرم يا سلام صلاح جاهين ده عبقري انا بشكر كمان الفنان التشكيلي للرائع صلاح جاهناني ادانا اللوحة بتاعته دي مش عارف تجيبوا سؤال لورايا دي دي بقى ليه اللوحة دي بقى انا حبيت انها تكون هي هي الدوق الكبير في الحلقة لانه دول بقى دول الاضاءة الحقيقية للعقل هنجيب لهم في حلقة تانية ان شاء الله هاقف جنب الكتب هقول لكم مين فيها دول مين حاملها صراحي اناني مئة سنة تنوير اللي بتوع الكتب دي على فكرة ده كتب صعب تعبني جدا حكاية فخراني ده بس في حاجة الكتاب ده طبعا يعني يعني إليف شفاق دي حاجة مستورة فيها هنتكلم عن كل حاجات دي هنتكلم معكم ان شاء الله زي ربنا احيانا هنتكلم في حاجات كتير 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 ان شاء الله بس نقطة اخيرة قبل ما خلص المقدمة هي ايه انا عايزكم تبقوا معايا يعني الحلقات اللي جاية ان شاء الله لازم تشاركوني في اعدادها يعني وعايز اقول حاجة حتى ما قلتهاش للزمائلة بقولها دلوقتي يعني كده على الهوى عايز اللي يحب يشتغل موزيعة او اللي تحب تشتغل موزيعة هيجوا ونجربهم ويطلعوا معايا مرة في حلقتين يعني نفسي في الحكاية دي من ايام البيت بيتك وانا بطلب ما توفقتش فيه تبقوا انتوا معايا الافكار قولوها جابوا لي بقى ايباد ايه طبعا طلعوا عيني بقى وعندس انا هتشتغل عليه مش هتشتغل عليه استاذ تقول بقى انت مالكش في التكنولوجيا محمود ايه عمل حاجة فيه قالك ده بتلاتين الف جنيه ينهر ايه سود البتاعة ده بتلاتين الف جنيه طبعا ما هو اصله هي الحكاية حصل فيها البتاعة ده انا هحطه جنبي كده وانتوا تبعتو لي لانه الحقيقة التليفونات بقى دلوقتي فيها مشكلة ايه المشكلة مش خايف حد يشتمني لان انا بتشتم فقول له الحمد لله تمام انما انا خايف دلوقتي الناس بقت عايزة دايما الحاجات اللي هي فيها الشطة والملحة والفلفل وحاجات زي كده الشطة اللي بيحب يكون الحاجة عفيفة عشان تعمل اصارة فانا خايف حد يخش يروعي الكلمة كده كلمة كده يفتكروا ان احنا دا السنها قصدين عشان خاطر نعمل جاو مش عارف ايه بتاع احنا مش هنعمل لجاو ولا مو احنا هنعمل اللي نقدر عليه عشان نبسطك يعني هنعمل برنامج ثقافي اه لان شرب الشاي وشرب البيبسي ثقافة الاكل ثقافة طريقة الكلام ثقافة حركات الجسم وانا بتكلم ثقافة الشتيمة لمؤاخذة ثقافة يعني ازاي يعني تلاقي ولاد البلد يجتماه بطريقة يعني ولاد الزوواد ما بجتموش لا اesa اللي ب Lynhood بجتمو بس ليهم بطريقة بس هي الشتيمة هيا هيا يعني كل حاجة في الحياة هي اسمها الثقافة هي دي الثقافة الثقافة يعني مش يعني كتب ويعني عد الإمام بقعت لبوسة قز كبيرة نجمنها الكبير الحلزوناف البلازونة لا اللي عمليوه في الافلام ده مش حقية الحياه هي كُل سلوك في الحياه حاطة المانديل ثقافة ربطة الجرفات ثقافة اختيارك للبسك ثقافة ليه يعني ايه ثقافة يعني انت متأثر بأشياء معينة وبتطلع على كده عشان كده لما تشوف حد من الناس في الشارع يجري فعل قطراه انت فعل مشين فعل قبيح فعل بتاع بالراحة شوية على بعضنا هو ما تعلمش في كده هو ما تعلمش في كده يوب أميني السبب انا جبت شوية حال كده خلفتهم ومحلمتهمش بالعكس انا بلعب بالحاجات وبفتح الدرج عايزهم بطلعوا يعني ازاي يعني فالثقافة دي حاجة هي حياتك بالتفصيل فاحنا هنشتغل على البتاع ده بعتولي حاجات ان شاء الله ونقراها مع بعض ونتكلم مع بعض وافكار نشتغل عليها احنا فكرنا مع بعض في ان احنا نعمل حاجة اسمها سؤال يعني نعمل في الحلقة مش سؤال نعمل يعني فكرة زي ما النهار ده مثلا هناخد اختلاف الرأي بيفسد ولا ما بيفسدش وكان اختيار موفق وربنا وفقنا في جبنا انسان شديد عاية للثقافة جورج كرداحي مش مجرد مزيع بيعمل منصة اربع المليون هذا اقل يعني حاجة بالنسبة لمزيع مثقف زي جورج كرداحي هنتكلم في القضاء دي وبكرة معنا الدكتور احمد هيكل هنتكلم عن الفلوس ايه الفلوس دي هي صحيحة اللي معها قرشيس وقرش ولا الغنى غنى النفس ايه الحكاية دي هنعرف الحكاية دي وهكذا وهكذا محمد فوهد انا حبيت نعمل الحلقة بتاعته سؤال حيقول لك محمود بيتفزلك والله ما بتفزلك انا بقول لك من انت في مرة بصيت في المراية وقلت انا مين التجعيدة دي جات منين الحتة دي حصلت امتى اللحمة دي زادت من فلوس حلاله ولا حرام لسانك ده عملت فيه ايه وعمل فيك ايه قعدت بصيت في المراية وقلت جده ممكن تقول السؤال فولك تهفش لك لا 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 اللي ايه بقولك انا بنامس تريح هل لما بتيجي تنم بتفكر في العاجات دي كلها انا طولت وانا اسف يعني بس يعني شو 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 طيب يلا علاقك كحك يلا يا محمود يلا يا محمود وطبعا الوليدة عبد المنعم وطبعا ابن بنت عمي فادي جمال شاب رائع وراجل يعني متجوز ومخلي بفهم ده اولاد بس انا بعتبره شاب لانه في التلاتينات لكن ابن بنت عمي وعمي دا كان راجل الرجل عظيء تمام محمد دا كان يعني طبعا من شك ان جاردين سيتي سنة مال في التي فدا حاجة اتانية قالس وبنته طبعا انا بحباها جدا ابنت عمي وبقى فادي بقى دا حد متمرس وبنا مشاكل طاحنة لان هو خبير في شغلته اكتر وانا انا عشوائي فالعشوائي untعملش مع وحد ما اتضرب ومتعلم لكن الحقيه بازلوا معي موجود انا بشكرهم عليه يعني حد حنشتغل و حنشوف مع بعن طب نعمل ايه نبدأ منين ما احنا بنقول هناعمل حاجة طب نبدأ منين يا ترى يبقى تعالوا نعمل فاصل